أنا دلوقتي عايز أبني الكمبيونيكيشن سكيلز أو التواصل إزاي عرف أبني المهارة دي عندي يعني دي مشكلة عند كتير من المديرين بالذات اللي جايين من المجال اللي انت كنت فيه عيني نعم بتوى الاي تي شوية وشاطر قوي مقافل عنابسه ورجل عبقرين وكده مع الكمبيوتر بتاعه دايما الناس ما بتتخيلش بتاع الاي تي انه هو كاريزما وبيعرف كوميونيكيت ونحط فيجين يعني إزاي انت عرفت تبني المهارات دي عندك انت بتبني علاقة بينك وبين الناس بتاعتك وهم خلاص بقى بيبليب في اللي انت بتقول و لما بتوصل للليفل ده زي ما بقولك بتقدر تاخد شغل كويس جدا من اي واحد على اي لفل انت مريت بمرحلة كانت البداية وبعدين كبرت بقى عندك 7000 مواصل السكيلينج ده من أصعب الأمور اللي بتمر بيأي شكل إزاي عرفت تعمل السكيلينج ده وإيه أكتر الحاجات اللي انت معتقد ان بتساعد اي حد يعرف يعمل توسع للشركة بتاعها اولا لازم السكيلينج يكون مدروس مقطط شوية عارف انا هعمل ايه وازاي وامتى معايا النهاردة البشمهندس حازم مغازي سي او لشركة امان اهلا بيك بيك بيزنس بالعربي بودكاست اهلا بيك احمد مبسوط ان انا معاك النهاردة ويا رب تبقى حلقة خفيفة ومفيدة للجميع سلام عليكم اهلا بيكو بحلقة جديدة من بيزنس بالعربي بودكاست اسمعكم احمد رشاد مانجمنت كونسلتنت ومؤسس منصة بيزنس بالعربي ومعايا النهاردة ضيد كديد في مجال الفينتك ولكن قبل ما يبقى سي او لشركة في مجال الفينتك عدى كتير في المجال التجاري ومجال الريتيل ويشتغل من اول التكنولوجي لغاية ما وصل للمانجمنت ومن المانجمنت اتحرك ليه السينير مانجمنت وبقى سي او لواحدة من اكبر شركات الفينتك في مصر وفي الوطن العربي ومعايا النهاردة البشمهندس حازم مغازي سي او لشركة امان حازم اهلا بيك في بزنس بالعربي اهلا بيك احمد مبسوط ان انا معك النهاردة ويا رب تبقى حلقة خفيفة ومفيدة للجميع اول بودكاست اول بودكاست حال ان شاء الله مش اخر واحد شاء الله طيب قبل ما نبديل الحلقة يا جماعة عايز افكرك لو انت بتتفرج علينا وتتفرج علينا على اليوتيوب منتساش تفعلوا جرز النيوتيفكيشن وسبسكرايب واكتبولنا في الكومنت لو عندكم اي سؤال او استفسار ليه او لحازم او لو عندكم حابين توبيكس او ناس حابين ترشحون في المستقبل يطلعوا معنا في البودكاست اكتبولنا في الكومنت ولو بتسمعنا على اي منصة من منصات البودكاست الصوتية منساش نعمل 5 star review share عشان نقدر نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس حازم اول سؤال دايما نحب اقوله عرفنا عن نفسك طيب انا اسمي حازم مغازي انا كنت في مدرسة سان جورج وبعدين دخلت هندسة عن شمس تخركت تخصص communication ابتديت كاريري كIT network administrator كنت اشتغلت في شركتين بتوع central siemens وشركة تانية الي اشلم برجي بتاعت البترول خدمة البترول وبعد كده تقريبا موست او ماي كارير قضيته في رايا حوالي 25 سنة في رايا حاليا كنت بقى زميل واحد من الديوف عندنا حسام عز حسام عز طبعا كنا زمله جدا في الشغل 4-5 سنين ونعرف بعض من حوالي 20 سنة او اكتر انا جالنا كتير كانوا المدرساتهم بدأت في رايا اه طبعا يعني من الديوف عندما استكملت عدت مدة اه انا كملت عدت مدة لان كان عندي الحظ ان انا عرف اغير الشغلانة حتى يعني انا مش بعمل نفس الشغلانة انا زي ما قلت لك انا دخلت administrator administrator career career IT وابتديت اخذ الكرير ده لغاية اه بعد يمكن 10-15 سنة كنت وصلت ان انا بقيت IT director بتاع الشركة فدي كانت اه الرحلة بالبداية اللي هي بالتكنيكالتي وده التطور الطبيعي لمهندس ومتخصص في الكمنيكيشن فده كان طبيعي ان يمشي بالشكل ده طيب قبل ما نرجع الوراء شوية حابب تكلمني اكتر على ال current rule انت دلوقتي ال rule تعاكسية اقولي شركة تماما ممكن تعرف الناس على الشركة ايه ال rule بتاع احنا احنا حاليا عندنا اه رأي عندها شركة بتشتغل في الكل الخدمات المالية اه الغير مصرفية فا اه الشركة دي اسمها امان اه الشركة دي شركة قبضة امان القبضة يرقصها حاليا اتنين سيوز انا واحد منهم اه احنا تحت الامان القبضة دي في مجموعة شركات كتير بتشتغل في مجالات كتير اه الشركة دي بتدت من حواري سمع سنين ما كانتش موجودة قبل كده اه نجحت في السرع سنين دي انها تعمل خطوات طبعا كبيرة اعتقد معظمنا كلنا شايفينها واحنا فخورين بها كلنا سواء في مجال بقى الدفع الالكتروني في مجال الاكسابتنس في مجال التقسيط في مجال التمويل وانا لما بقول في مجال تحت كل عنوان من ده فيه سب تايتلز كتيره وفيه انشطة كتيره الشركة دي بتعمل اه نهاردة احنا سبع تلاف موظف اه يعني زي ما بقولك من سرع سنين ما كناش ولا موظف فالنهاردة احنا سبع تلاف موظف عندنا التواجد في جميع محافظات الجمهورية اه الفوكوس بتاعنا دايما كان على الانبانكت والاندرسيرت زي ما بقولوا الناس اللي بتحاول تاخد خدمات مالية ومش قادرة توصل للجهة المزبوطة اه اسسنا بقى شركات كتيرة هنحكي عليها احنا ماشيين تحت الامان القبضة بتخدم المجالات اللي احنا اتكلمنا فيها دي وابتدى كل الشركة دي تاخد التراك بتاعها وتجري وتكبر وتتوسع وتكبر الماركت شير بتاعها ونعتبر حالين الحمد لله من الطب شركتين في مصر شركتين تلاتة بالكتير على حسب المجال اللي احنا بنشتغل فيه حالو انت يعني ممكن اقول لما تكلمنا مع بعض قبل البودكاست وكده انت تعتبر بيسموه الانترابينور يعني انت رائد اعمال جوا مؤسسة كبيرة لان انت اخدت حاجة كانت يعني فشحت حاجة فكرة وكبرتها لغاية ما وصلت سبعة تلاف موظف دلوقتي وبقى فيها مديرين ومراحل كتيرة فده بيسموه الانترابينور لناس كتيرة مثلا بتكلم على الانترابينور هو رائد لأعمال بس فيه حتة كبيرة جدا وانترستي برا كمان بيبقى فيها كتير قوي بدوا فيها وهو الانترابينور واحد خد فكرة جوا مؤسسة كبيرة وجري بيها حتى كان عندنا يعني من الناس دي سي او بتاع فاليو وليد حسونا هو جم من تحت ايف جي هرمس او ايف جي هرمس وفاليو كبرت بعد كذا وبقت معاها المؤسسة دي منها برضو كان احمد عناية وكان معاك وعتقد فوري برضو من الاهلي ممكن نرسل فكرة اللي هو الانترابينور كل دول يعتبروا كمبتشن بس احنا كلنا سعادة لان احنا كلنا نعرف بعض كويس صحاب سعاد كديم بنخرج وحسام عايزة نفس القصة فاحنا الماركت زي ما بيقولوا كده هو قضى وصلاة فكلنا نعرف بعض وكلنا بنساعد بعض وانتكمس ان احنا يبقى فيه اي استشارات بنقدر نساعد بعض فخليني برضو اردو على الحتة اللي انت قلت عليها دي يمكن هي ما جاتش في يوم وليلا هو هو حصل تشينج شوية واحنا ماشيين احنا ابتدينا انا ابتديت كا اي تي لغاية ما وصلت ال اي تي ديركتور بعد كده اي شفتت شوية كان عندي اوبرتونيتي ان انا انقل وقب مسؤول عن اللوجيستيكس بتاعت رايا لمدة سنتين ثلاثة وبعد كده رحت رايح على القصة اللي كنت حتى بندردش فيها بتاعت الريتيل كنت مسؤول عن محلات رايا ريتيل وهنا انا اعتقد ان دي كانت نقطة الانطلاقة بالنسبة لي لان محلات رايا ريتيل دي كل مصر عرفاها وشايفاها واعتقد ان الناس فهم ان دي بتكسب جميل جدا في الوقت ده يعني كان فيه مشكلة في محلات رايا ده كان من 2013 لغاية 2016 احنا اخدت انا كنت المسؤول عن محلات رايا دي لمدة اربع سنين بس يعني برضو نقلة كبيرة لان بتوع الاي تي برضو ليهم ايه اتناخ وبيبودر لوحدهم كده بوضع وحدهم وبيكبروا وانت كبرت بقيت تكنولوجي وفهم واحد زي واحد سوى اتنين اللي انت اتروح لده الريتيل ريتيل صعبر يعني بيتعامل مع كل فئات المجتمع وسيلز دريفر جدا اه يعني ايه اللي خلاك تاخد المنحنة ده وما كنتش الان وانت بتاخد الشيفت ده انا انا من داي وان ايفن وانا كنت حتى في الاي تي انا كان ما بعدي اذا ما يقوله كده انا مش عايز اعدي حاجة انا دي مش بتاعتي يعني انا انا بحب اشوف الارقام عامل ايه الدنيا مش ازاي انا اقعد اشوف الجماعة بتاع الفينانس هما بيعملوا التقفيل اشوف الماركتنج هما بيعملوا plan الحر وهو بيشوفها بيحط plan فكنت انفولف في حاجات كتير اوي وكنت حابب ان انا بقى انفولف في الحاجات دي والكالتشر كان بتسمحلك بكده يعني الكالتشر بتاعت الشركة بتسمحلك لكده اذا هي مش 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 بوليسز وبروسيديز اوي وخنق الدنيا زي زي شركات كتير ملتناشنال يعني لا الدنيا اا اا كاجول شوية فبتقدر ان انت يبقى عند البيورشيب على الحاجات دي فكنت حابب ان انا اشوف الحاجات دي مبقاش بعديها كده اصد دي مش بتاعتي مليش فيها لا انا انا مفيش حاجة تعديه مش مش هفهم انا لازم اكون فاهمة لازم اعرف ايه اللي بيحصل فكان عندي مش هيقول مسئول عن سيلز ولا كده بس عندي commercial sense عندي sense اقدر اشوف ان الكلام ده ينفع فابتدى يبين حتى على ترابيست المانجمينت انت الفيدباك اللي بتديه الى حد ما لي قيمة وايه ده مؤثر وكلام من ده فلما جات اوبرتونيتي ان انت تروح وتبقى مسئول عن حاجة زي رايا ريتيل اتوز انا شخصا كنت مبسوط لان انا حاسيت ان انا هسويتش تو دا بزنس وبالتالي هعمل حاجة جديدة انا الحاجة اللي تبسوطني جدا هعمل حاجة جديدة هتعلم حاجة جديدة دي في حد ذاتها كويس اوي واعتبر اي حد يقدر ياخد الفرصة دي ان هو كلمة اغير شوية كريري دي حاجة كويس اجد انت حتغير وتشوف حاجة جديدة طالما انت يدونت هافتو ستارت من البداية يعني بس انت كنت في comfort zone برضو يعني في ناس كدير يخاف بالذات طبع بذات وعالتكنولوجي عندهم مشكلة كبيرة اقول لك انا قوتي السنين عمري كلها ان انا كنت فني شاطر اوي انا خايف اخش في الادارة فاضطره بقى تلميس داني بسبب يقوله فيديع مني قوتي الفنية انت مكنش خايف من الحتة دي يعني بص اصلا انا هحكي لك انا بابقى بايس شوية تورد المهندسين زي ما قلت لك المهندس بيتعلم يفكر ازاي ويتعلم يحل المشاكل ويتعلم ان هو هو ما تخلقش كده بس هو اتدرب كتير اوي في الدراسة وفي الجامعة ان زي بعنده انالاتيكال يفكر بطريقة مزبوطة ازاي يسباط المشكلة فين ويبتدي يحط الحلول المنطقية ويعني دماغه مترتبة او بتحاول تترتب لك دماغك شوية فالحتة مثلا بتاع ترية لما انا جيت وكنت هبقى مسؤول عنها الحتة دي كان بقى لعشر سنين بتخسر وطبعا زي ما انت بتقول نايتمير يعني دي بقى لعشر سنين بتخسر ومفيش حاجة وكل ما نحط بلان ما بتتعملش فوقت ملاقات كان المسؤول عنها راجل اكسبت كاي من دبي وكان بيمانج اكبر ريتيل تشين هناك وكان المفروض ان الراجل ده هيجي بقى يعمل تشينج وهو اللي هيشوف المشكلة فين اللي يحلها ويقلب الشركة دي بشكل كويسي يمكن حتى ده ما حصلش فكان زي ما بيقولوا كده كانت يعني ابيت شكلها يعني حد شاطر قوي وكده يعني ايه الحاجات اللي خلت الموضوع ده ما يمشيش وجهة نظري لان انا كنت شايف الراجل ده وجهة نظري الشخصية هو ما بناش تراست بينه وبين الناس ما اختارش ناس كويسة تعرف تقوم القصة دي وما اقدرش يماب الكالتشر يعني برضو يعني مش كل حاجة هتعملها في اي بلد هتنفع في رفس البلد التاني في حاجات كتيرة قوي ليه علاقة بالكالتشر وبالطبيعة وباللغة وبالدين يعني في حاجات كتير قوي ممكن تنفع في حتة ما تنفعش في حتة تاني وارد الكلام ده ما هوش كلام غلط لا كلام صح في حاجات بتنجح في حتة ومتنجحش في حتة في براندز في مصر ماركتشير بتاعها كبير جدا اقل من براندز تاني برا او العكس يعني يعني وده بيحصل في حاجات كتير قوي وكل بلده ليها طبيعة ليها قوانين ليها الكالتشر بتاعت شعب بتاعت ناس بتاعت مختلفة فهو ما قدرش يأدبت في الحتة دي وفي نفس الوقت كمان ما قدرش يبني التيم اللي هو هي كانت راست ويسيبه ويشتغل ويقدر يطلع ويبدع زي ما بيقوله فالمهم جات الفرصة ان انا اكون مسؤول عن القصة دي فكرت خفت ده في نتلا طب انا هنا كويس ونجم وشواطر وبترقى وبجبر وفي الاي تي وده حتتي وبتاع بس حسيت لانا انا محتاجة اخد الريسك ده ومحتاجة اخده القرار ده وانا كده كده عايز اعمل حاجة جديد فالتستايم بقى تسويتش ونروح للبيزنس سايد ونبتدي نشوف ايه اللي بيحصل هنا واجرب ممكن على ايه نفسي هنجح في الحتة دي اعنى تديت الحتة دي فعلا والحمد لله في الاربع سنين اعتقد ان انا اعملت انا والتيم اللي كانوا موجودين عملنا نجاحات كويسة جدا وقدمنا بقى الميجا ستور كونسيبت الجديد اللي هو المحلات الكبيرة اللي فيها كل حاجة مش مجرد موباية بس قدمنا التقسيط ليه ما نعملش التقسيط بنفسنا مش عن طريق بقى حد لا نعمله دايريكت انستولمنت بنفسنا فابتدت الحاجات دي تنجح وده الاسبوت بقى اللي ساعتها خلى متحة يبص طيب متحة خليل طبعا هنبص ع الراجل دا نشوف نعمل حاجة كويسة اهو بسكيل بسكيل تلاتين اربعين محل طب تعال بقى ناخده ونخليه يعمل حاجة بسكيل اكبر من كده نروح بقى متين تلتمائة محل اه الاف الموظفين نروح زي ما بيقولوا للبي والسي اكتر ونبتدي نفوكس على الحتة دي يلا تعالى ونبتدي اقتصى طيب خليني ناخد احنا انا عايزين نطلع شوية دروس مستفادة من الموضوع دا اللي المهم بقى اوي انت لما مسكت الموضوع دا ايه كانت المشاكل الكبيرة اللي شايفها كانت مواجهنها والناس اللي قبليك ما نجحوش بيها ووصلتوا لايه وايه الخطوات اللي انت حاولت تتاخدها كبروسس يعني او خطوات ان انت تحل المشاكل دي بحيث ان انا كواحد مثلا عندي بيزنس او عندي عايزة توسعي خلي بالك مشكلة الستارتاب سوكتير اوي منتكلم فلوس مشكلته في الاول هو عايز ينمي فلوس لم فلوس مش عايز ينبيها ايه او بصفة غلط او مش عايز ينبيها ايه او بصفة غلط او مش عايز يسكيل اللي هو يتوسع ودايما بيقع اغلب الشركات الرياضة العمال ودي مهمة قوي الناس تعرفها يعني لان دلوقتي فيه برامج كتير شارك تانك وشعب ايه جاب الفلوس فنسبت بتسقف له جبت فلوس طب عايز ينبيها ايه بقى دونيتم في قدبوز فاحنا انت عملت حاجة سكيل كان فيه مشكلة وما كنتوش عاكمين تكبرو كبرتها وبقيت مشاريع فلو تقدر تقول لي ايه المشاكل في الاول خالص اللي كانت بتواجه لقبليك او ما نجحتش فيهم مسكت الموضوع ده ازاي عرفت تحل البروست دي ازاي ووصرته لايه في الاخر ماشي طيب بيسكلي كده لما مسكت القصة دي وشعادت اشوف الدنيا احنا ليه بنخسر احنا ليه الدنيا مش ماشية كويس فتلاقي ان انت تسامرايز القصة انت عندك برند قوي جدا انت عندك رايا برند قوي جدا عندك لوكيشنز كويسة في الريتيل دي حاجات كويس دي حاجات كويس فدي الحاجات اللي هو شو تكابتاليز عليها انت اسم رايا ده اسم جميل جدا طب اين المشاكل المشاكل بقى بتيجي كانت في حتتين جزء بيسموه في الريتيل بزنس اللي هو جزء على المرشندايز انت مش عارف تحط انهي بضاعة فين يعني البضاعة تتحط فين والاوفرنج تعمل ازاي والبريسنج بوزيشن بتاعك عايزه يبقى شكله عايز زي عايز تو بي برسيفد انت ارخص واحد ولا عايز تو بي برسيفد انت اعلى حاجة بس ابتدي بريميم كواليتي فانت مش مش حاطق بوزيشنينج لنفسك نظبوط انا مين في السوق انا ايه في السوق بالزبط كده انا مين في السوق وايه اللي انا اي كان شارج عليه العميل فابتدينا من هنا ده واحدة ده اول اسبكت وتاني اسبكت كارثة في البناء ادمين وده اللي اهم بكتير مفيش ترست خالص ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الله يا جماعة احنا عايزين كلنا ناخد الحتة دي نطلع بها من هنا الهنا كلنا هنستفيد كلنا هنطبع احنا سمعنا الكلام ده كتير ده اول كلمة طب ليه ليه بتفتكر ما كانش في توسط او ايه ليه عشان عشان دافنت لي دافنت لي في اعتقادي الناس اللي قبلية اه عملوا اسوء حاجة في الدنيا يعني عملوا يعني ما ما عملوش اللي اللي وعدوا الناس بي يعني تعالوا نعمل كزا عشان نعمل كزا بعدين ما بتمشيش مظبوطة اه فكان اول حاجة احنا اسمعنا الكلام ده كتير ويا ما شوفناها طب تعالوا نتفق على طريقة جديدة هنشتغل عليها انتو وانا مش ضد الكلام ده وما ينفعش دلوقتي لان احنا بنخسر تعالوا نعملها على شكل احنا هنعملها شركة والشركة دي انت طول ما انت هتشتغل وهتنتج طول ما هتلاقي اه دايما عندك الانكم بتاعك مختلف خالص واول حاجة عملتها شلت حاجة اسمع كابنج يعني كان دايما عندك كابنج كابنج يعني ايه يعني انت مفروض تقبط اكس اكس ده ما يزادش عن مئة وعشرين في المئة يعني ماكشمال تاخد 1.2 اكس ليه ليه if there is an opportunity ما تسيب بالناس تاخد اكتر من كده ما الناس دعتهم هتاخد اكتر من كده ما هتفيد الشركة اكتر من كده شلنا كابنج بديت الناس براميسز كتير وقلت لهم في الاخر فاين if you don't trust what I'm saying let's try عندك اختيارات تانية تراي جرب ونشوف مع اول شهر لما الناس بتادي تشوف ان هي لما بتعمل حاجة انت يوكيب وان انت اللي قلت عليه عملته مش عايز اقول لك الدنيا راحت فين ارقام بقى تانية خالص وروح تانية خالص مختلف خالص ناكن تبعادي عن محلات احنا معادي لمحلات الافلة كانت 11 الناس مترداش تقفل 11 وبترداش تقفل 11 وبترداش تقفل 11 والالبوليسي كانت نقفل 11 يعني فبقى معادي بقى طبعا في الفترة ما احنا عارفين ان في الساعة دي لو بعنا اكتر هنكسب اكتر ولو بعنا اكتر اكلنا هنكسب انتو شركة هتكسب والله دي بجد دي حقيقية احنا محلات معادي 11 كانت في الاثناشر كانت الناس قررت ان هي لا احنا هنمد الساعة دي هنمد الساعة دي لانه شايفين ان there is an opportunity في الساعة دي ان احنا نكسب اعتقد ساعتها الدنيا اختلفت خالص على مستوى الاشخاص وعلى مستوى الشركة على مستوى الارقام فهو ده اللي كنت بقول لك عليه اختيار بقى البانيش بنتيب ساعتها كان one of this انا فى اعتقده كلها على البناء المين اللى انت بتشتعل معهم اللى انت بتلق فيهم اللى انت بتغطي فيهم اللى انت بتقول لهم تعالوا عايزين نعمل change احنا نقدر نعمل change احنا عندنا حيات قوية ناعتمد عليها عندنا الوكيشن كويسة جدا عندنا اسم قوي جدا طب ايه اللي نايصنا احنا شوية اه 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 رولز ولا شوية اه اه شوية اه ولا نشيل كابينج ولا نزء الناس ولا نعود نتكلم معهم communication خلصنا القصة دي وبتدينا نعمل بقى موضوع الكميونيكيشن ده. جمع بقى الناس تاني ونقول لهم احنا عملنا ايه الشهر الفتح. رافو عايزين اعمل ايه الشهر الجاي. خلاص الدنيا بقى فيه هو شايفين اللي انت بتقول عليه بتعمله. اه كلنا هننجح يا كلنا مش هننجح. مفيش حاجة اسمها. انا هنجح لوحدة وانتوا لا. احنا كلنا هننجح يا كلنا مش هننجح. فاحنا كلنا في حتة واحدة. فمن هنا فرقت كتير جدا. ممكن زي ما بقولك كده احنا بقينا من نيجاتيفي بقى وبنخسره بتاعه ومقتنعين ان احنا لازم نكيب في البيزنس ده هيجي في فترة يترن خالص ونكسب. بقينا بنكسب وبقينا بنكسب كواس جدا بقينا بنكسب. كنقل مستى 2016 عملنا 25-30 مليون جنيه. ساعتها طبعا على الدولار اعتقد كان خمسة جنيه او حاجة زي كده. فانت بتتكلم في في حاجة نجاح يحسب لكل التيم اللي كان موجود انا واحد منهم. والناس وكل الناس كان شايفين ان دي حاجة وددت زي ما بيقولوا كده. ومن اول سنة على فكرة احنا من اول سنة طلعنا كسبانين وبقينا بنضرب المكسب ده في اربعة وخمس اضعاف. بتادي نشوف طب ايه اللي ممكن نعمله. بتادي تطلع افكار من الناس في الكمانيكيش ميتيك دي. ليه ما نعملش تقسيط. ناس كتير بتسأل عالتقسيط. بتادي انا نأسس ادارة للتقسيط. نعمل تقسيط تزود المبيعات. بقينا بنقدم حلول التقسيط جوه المحلات ده انا ما كلمك في 2014 و2015. طب احنا ناس كتير بتسأل انتوا ليه ما عندكوش محلات كبيرة حطين فيها كل. بتادي نقدم جديد اللي هو رايا ميجا ستور. كل ده اتعمل في الفترة دي. ونقل في اعتقادي الشركة نقلة كانت كويسة جدا انت باري هالتي. لو انا طيب نرجع بالحاجة شوية تاكتكل. لو انا مدير جديد او سينير مانجر جديد. وتحطيت في الموقف بتاعك اللي انت انا جاي على تيم. مكونش حد واثق فيا. واثق في الناس او كده. لو انا عايز ابني ثقة بيني وبين فريق العمل. بتنصح لي بايه. بص اول حاجة الكمنيكيش. مهمة جدا. جدا. اه طبعا. التواصل مهمة جدا. ما ينفعش كل واحد يبقعد في مكتب وقفل على نفسه وبقيد خالص على الناس ومش شايفينه. والناس بحكي لك بقولك كنت بعدي بعد 11 اليوم فتحين المحل. فدي مهمة جدا. ان الناس تشوفك وان الناس تشوف دي انت معهم دي حاجة في اعتقادي كي سكساس كي يعني. فالتواصل مهم جدا. الترانسفيرنسي. والمهم جدا لما احنا كلنا علينا تارجيت. الشفافية للتارجيت. طبعا. اه الشفافية احنا كلنا عندنا تارجيت. يعني كنا بنشوف بعض نمازج ياخد تارجيت مثلا ميت مليون ينزل كاسكيد متين مليون للناس. يعني انا بالنسبة اللي انا عملة وكتب عم كد. انا كنت شايف ان التارجيت اللي انا باخدها بكاسكيدة از از ساعة من ايام زمان يعني. فشايف ان هي شفافية دي حاجة كويسة جدا. الموتيفيشن اختيار الناس يعني انا ما زلت شاف ان 70-80% من اي سكساس هو اختيار فري العمل والتيم بتاعك اللي انت بتشتغل به. انت مختاره صح. موجهه صح. مدربه صح. بتعمله في الوقت المصبوط. فيه على طول تواصل بشكل دائم. اه لو في مشكلة مش كل شيء تقعد طولهم علي ان في مشكلة خالص. جمد قلبك. اه اه جرب. بتها تخسر ايه? جرب وروح وانا في ظهرك ما تلاقش. اه نجحت. برافو كلنا نجحنا هون. فشلت طب تعالى نحلها تاني. فالبناء ادمين والتعامل معهم هي this is real leadership. ودي اعتقد دي سر النجاح اللي ممكن اقوله الاحد. ركز على البناء ادمين. ازا يتطلع احسن ما عندهم. لان اه انت هتشوف حاجات غريبة الناس بتطلع حاجات غريبة جدا يورنط ما كنتش متخيل اصلا ان ممكن الناس دي تعمل كده. وزي ما قلت لك ما هي هي نفس الناس اللي كنا شغالين بيها وكنا بنخسر والدنيا مش كويسة وراحين نجيب خبير اجنبي ما هي الناس دي طلعت اه حاجات احنا ما كنينش متخيلين ان هو ممكن يعملوا حاجة زي كده. بس عن طريق التواصل مع الناس. عن طريق ان انت عندك تيمي وتراست. وانت مفاهم ان انت في ظهرهم. انا مش مش هبيعك. يعني احنا كلنا في حتة واحدة. في الحتة دي مهمة. الحتة دي متقريبا مهمة جدا. جدا. فليه لازم يحس ان انت في ظهره. طبعا. طبعا. طبعا الخوف ان انت تغلط وتعلق لك المشناء زي ما بيقوله وتفضل دايما تلام عن ان انت عملت خطأ اسوأ حاجة في الدنيا. لما بتشتغل بقاري احية شوية. حتى لعملت حاجة غلط ما اعرف ان في الاخر ان انت انت كن نيتك سليمة. كنت عايز تعمل حاجة كويسة. ممكن الفكرة ما كانتش صح. ممكن طريق التنفيذة ما كانتش صح. بس خلاص نزبطها ونكام. لكن لكن اتخاذ القرار دايما احسن من من عدم اتخاذ القرار. طيب انا دلوقتي عايز ابني انت قلت حتك مهمة قوي قلت التواصل. ازاي عرف ابني المهارة دي عندي يعني دي دي مشكلة عند كتير من المديرين بزدات اللي جايين من المجال اللي انت كنت فيه يعني بتوع دايما بتوع الاي تي شوية اي هو شاطر قوي مقابل عنابس هو راجل عبقرين وكده مع الكمبيوتر بتاعه. بس مش دايما الناس ما بتتخيلش بتاع الاي تي ان هو كارزما وبيعرف كمينيكيت ونحط فيجن يعني دايما مش ده الستيريو تايب الشخصية دي. ازاي انت عرفت تبني المهارات دي عندك. بص اي ما فيش حاجة هتيجي يوم بيوم يعني بيش حاجة هتيجي في لحظة. هي كلها انت بتحاول تقرب خطوة بخطوة زي ما بقوله خطوة بخطوة. بقى وان احنا نبني علاقة كويسة وتبتدي تصدقني وصدقك. مهما حكيت لك ان انا هبقى كويس مش هتستنى. طب خلينا نشوف. طيب هو قال هيعمل كزا لو عملنا كزا. احنا عملنا هو عمل. طيب ما خلاص بقى خلاص انت بتبني علاقة بينك وبين الناس بتاعتك. وهم خلاص بقى بيبليف في اللي انت بتقوله خلاص هو بيصدقك. وعارف ومتخيل ان انت دايما هتجيب له احسن حاجة وتعمل له احسن حاجة. فخلاص انا اي ترسته. اه و لما بتوصل للليفل ده زي ما بقولك بتقدر تاخد اه اه شغل كويس جدا من اي واحدة على اي لفل. فتاني الناس الناس الكمنيكيشن. والكمنيكيشن هنا انا 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 واحد من الناس ا انا اي لايك طريقة المانجمنت اللي احنا نبقى الى قريبين من بعض صحاب. في مجاملات في اه اه فرح لقدر الله في وفاة في فبتلاقي الناس دي على طول مع بعض. اه ودي كالتشر اللي انا كنت بتكلم معاك فين بتلاقي بتبني كالتشر الناس خلاص بتوصل ان هي بتبقى صحاب مع بعض. ودي بتفرق كدير جدا احنا شعب اموشنالي اه. فمهم جدا جدا ان احنا لو احنا قابلين بعض وبنشتغل مع بعض وبنخرج وبنعمل حنساعد بعض في الشهر. طبعا في الناس تقول لك اه والله انا لو حملت كده واربت قوي للعشم ممكن ياخد الناس دي على زوم. لا طبعا لا طبعا فيه احترام. ده في احترام وهي احترام الهيراركي والكلام ده كله. بس اه بس اه. طبعا زي وازن بين الاتنين. يعني ان انا الناس علاقتي حلوة مع الاتنين. بس نفس الوقت كل واحد بيبقى عارف دوره. عارف دوره وعارف حدوده. عارف لما هنختلف في حاجة ما هو في الاخر فيها يا رجل. بس هي عارف اعمل التوازن ده. من ان ده صعب برضو يعني التوازن مش سهل يا خياني اقول لك. لا مش سهل. مش سهل. دفنت لي مش سهل. بس هي برضو اجان هي خطو بخطو. هي واحدة بوحدة. يعني باي تايم هتلاقي نفسك انا انا لو كنت قلت لي ان انا هبقى اتسئول او بيزنس وانا متخرج من هندست عن شمس وان حياتي كلها هتقلب بيزنس وخدمات مالية وفانانس دفنت لي ما كنتش هبقى متخيل حاجة زي كده بس النهاردة بقى فاكت. فواحدة بواحدة. واحدة بواحدة خطوة بخطوة. بلدنج الترست بينك وبين الناس ده بياخد وقت بس ان هو هتبنى. خلاص. مفيش حاجة بقى. الدنيا سهلة جدا واي حاجة نقدر نسكيلك يعني. بس كتير من دولين بيقولك يعني يا خاف. بس انا لو عملت كده مع التيم. الناس تظهر. ياخد مكاني. مش عارف ايه. اه. لا انا عايزة ابيين انا الكل في الكل ولا الانقصة للدنيا. البلاك بوكس. يعني ما 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 خضرش الموضوع ده على بالك. كيف صراحة ايه. والله انا بيرسو ايه نافر. بل بالعكس انا كل بقى بعض دولة الناس ده ما انت مش عارف تكبر. لما مكانك ترى اتخلق خليك في مكان. يعني هو بنقعد نايم يعني نقول يا جماعة اللي هيقعد يقفل على حاجته يقول ما سبحانش بيعرفها غيري عشان نضمن وظيفتي. خلال ما انت مش تكبر. ما انت امت بتعرف تكبر. لما انت خلاص بقى ان انت عارف. تجيب واحد ويشيل مكانك. طب حلو. او طب خد بقى دي معاك. طب لا اطلع بقى عزينك في الحتة الفلونية. فعمرك ما هتعرف تكبر. لو انت اقفل على حاجتك ما بتقريهاش لحد ومقفل على نفسك. والله ما هتعرف تكبر. فوانا في حياتي الحمد لله يمكن كنت شايف ان ده لازم ده اوضع طبيعي. انا في حاجة بعرفها بجيب حده ورهاله عشان يعرفها. ده رحلة. هو ان النهار ده لو حصل مشكلة. وانا حتى لما كنت في الاكتير وما حصل مشكلة مش عايز كل ما يحصل مشكلة هاتو حازم. طب ما فيه حد تاني. نجيب حد تاني ونعلمه ونفهمه. مش نفت عيش اصلا. مش عارف ايه. ولا كنت هعرف انقل. ولا كنت هعرف انقل ان انا ايه. طب ايه ده. طب احنا ممكن ناخد حازم نوديه دلوقتي يبقى مسؤول عن الريتيل. انا لو كنت حمشي وديني هتقع في الحتة اللي انا فيها. ما كنتش حمشي. اهي. وانا عشان علمت الناس وابتدت ادخلهم في كل حاجة. بقت ايزي فور ايزي فور مين ان انا اعرف اتحرك. واسهل ان انا عرف اتحرك وروح مكان تاني وروح مكان تالت. وده طبيعي. حلو. عديت المرحلة دي ووصلته لايه في الاخر وبعدين كان ايه المرحلة اللي بعدها. مرحلة اللي بعدها بقى تعالى انت عملت حاجة كويسة في رايا ريتيل. عايزين نعمل بقى حاجة زي اللي عملناها دي بسكيل اكبر بكتير قوي في امان. فعشان تيجي تبقى مسؤول بقى عن احنا انا كنت الاول مسؤول عن زي ما بيقولوا بيزنس يونت كده. انا مسكقول عن رايا ريتيل محلات رايا. بس امناطي سي او. فالنهاردة عشان تروح سي او. انت عارف القاعدة بتاعة رايا لازم تروح هارفرد. تقعد هناك وتدرس. تاخد هارفرد بيزنس كول. والحقيقة دي بفرقة كتير جدا. انا هفتهم انت اسمت حك لان انا عادت معاه واندردش في الحلقة وقبل الحلقة لما عادت. يقولي انا انا عارف عشان اودي حد بكام تكلفة برقم خبير. يتكلم بثمانين الف دلار. ياس. فبليق اه لازم ابلس يعني. غير اكل وشرب. يتكلم ده كله. اا ليه يعني. اه اه يعني انت حتى قلت لي وقتها لما نقلت كان حصل تاروح. طب احكي لنا. انا انا كان مفروض بأقفل سنة 2016 وقفلت السنة كويس وفي اخر السنة قالك خلاص اوكي عايزينك تروح تيجي تبقى مسؤول عن القصة بتاعت امان وناخد اللي عملناه ده بشكل مختلف بشوية مختلفة بس هنسكيلت بقى اكبر بكتير فعشان تيجي هنا انت عايزة سي او وانت احنا عارف القاعدة بتاعتنا لازم تيجي عشان سي او لازم تروح هارفرد الاول تتزبط كده وتتعلم وتفهم ازاي تبقى اكزاجاتف وتفكر في ايه والكلام ده كله وبعينتيك لو تفتكر احنا كان في 3 نوفمبر 2016 كان فيه تعويم فطبعا انا قراري لما لقيت الدنيا زادت او بالمنظر ده احنا عارف ان الكورس ده از اولمس 80 الف دلار وكان ساعتها الدولار ب8 جنيه 88 بعد 3 نوفمبر بقى ب16 جنيه و18 و17 وحصل تعويم انا بيرسوني حسيت ان الموضوع لا كده قلب هزار بقى ماينفعش انا ايه هنام على الموضوع ومش هروح افتكرت ساعتها جالي اكلمني متحط عليلي هو انت مش طالع بتقول لأ يعني انا كان مفروض اطلع بس انا بصراحة شايف ان يعني ااجل شوية لما نشوف الدنيا ليه هتاجل بتقوله يعني الدنيا بقت الرقم بقى مخيف يعني ساعتها احنا بنتكلم في رقم كبير جدا يعني لا انا مفيش حاجة هتوقفنا احنا زي ما احنا وانت لازم تطلع والفي معادك وما فيش حاجة دولار بقى تمانية دولار بستاشر دولار بقى عشرين انت هتطلع عشان احنا عندنا بنبني حاجة اهمة بكتير قوي من الكلام ده انا خلي انا اقول لك برد نوع في الحيطة دي لان احنا في الاوضاع الاقتصادية في العالم وفي مصر والمنطقة عملت ضغط على الشركات كتيرة واول حاجة بتتشل شلي يبني الترينج شلي يبني الماركتنج شلي يبني الكونسلتنج شلي كلام ده كله احنا عايزين نوفر عايزين نوفر عايزين نوفر لغاية ما التيم يعني ما بيتطورش بيقف مع ان انا بشوف ان طبعا اوقات الصعبة دي هي اكتر ما تفزم طول درب في الناس طبعا يعني ايه اللي تعتقد من وجهة نظرك هل ان هو ياخد قرار يفضل ويبعت الناس ويتخلف هل ده كان صح غلط جنان منه يعني ليه ليه دي كانت الماينساتة هو لما سألته حتى ليه ليه هو عمل طيب لو بتسألني عالسؤال ده سعيتها اللي ممكن كان يقول لك طب انا اديك ترينج هنا في مصر مش لازم خلاص يعني هنبعت لك ترينج تات اربعة ايام هندفع عشرين الف جنيه ولا حاجة وخلاص يعني اعملت حاجة لو بتسألني السؤال ده سعيتها كنت هقول لك ده قرار مجنون لو بسألوني دلوقتي ده قرار صح ما في المية ده قرار صح ما في المية يعني هي زي ما بقولوا كده يعني انت انت بتاخد ناس انت شايف ان هم كويسين بتحط فيهم الثقة بتدربهم على اعلى مستوى عالمي وبعدين بتيجي تشوف ده ادى الى ايه بيعمل حاجة صح بيعملها مظبوطة بيفكر مظبوط دماغ واختلافت وعارف يا ابني كيان كبير بقى الاف الارقم اللي انت دفعته انت تغيرت بالتجرؤة الى حكيلنا عنه شوية المدته هدى ايه البروغرام ده شهرين يعني ورى بعض على طول شهرين كل يوم عندك محاضرات خمسة ايام ونص في الاسماع من الصبح لاخر اليوم وانت كده ما خلصتش ساعة 4-5 انت بتروح بالواجب زي ما بيقولوا كده المشكلة انت تعمل القصة دي وانت بقى لك مثلا 18 سنة بتشتغل 15 سنة هو اصلا مينمم عشان تروح البروغرام ده يزي يكون بقى لك حوالي 15-18 سنة بتشتغل فده مبدئيا فان انت تاخد بقى القصة ترجع تقيني الايام المدرسة ولا الجامعة اللي بتاع دي صدمة بتبقى كبيرة وبعدين بيعزيلك خالص بقى انت بعيد في بلد تانية في حتة تانية خالص بالتايم طبعا مختلفة خالص فانت مفصول عن الدنيا زي ما بيقولوا كده وقعد شهرين كل يوم محاضرات بتاخد بتدرس كل حاجة تؤهلك ان انت تبقى سكساسفل او تبقى مدير شركة او رئيس تنفيذي لشركة ناجح لازم تفهم بلعلم بتاعها لازم تفهم فينانس كاساوي لازم تفهم اكاونتين لازم تفهم اتش ار استراتيجي ليدرشيب كومينيكي كل بقى الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها في 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 الروال الجديد بتاعك انت بتدرسها علميا بتتعمل ازاي وتأبلاي بقى وايجزرسايز ووركشوب ستو منتقى وهما كانوا قالونا انتو هتستفيدوا من المحاضرات والكتب والورق والكلام ده تقريبا خمسين في المية وهتستفيدوا من بعض بخمسين في المية تانية وكعلا قد كان يعني انت بتفاجأ ان انت قعد مع ناس كلهم جايين من بلاد تانية خلص بشكل تاني خلص كل واحد بيشوف بتاعته وبيعود يقولك هو مشاكله فيين وايه كابي ايزر فبتلاقي نفسك عندك على كم كتيرة جدا وكالتشيرز كتيرة جدا بتشوف ايه اللي عملوه نجاح في بلد ومنجحش في بلد وهم ازاي هنا كانوا رايحين خالص بيخسروا ورجعوا تاني يجراب ماركت شير ويقوى بتشوف نمازج الحقيقة مفيدة جدا كل يوم بتتعلم ازاي بقولك بتروح تاخد بيزنس كيس لازم تتذكرها عشان تيجي تتناقش فيها بكرة كل يوم كده عبدا كده تقريبا شهرين بس كندنس جدا 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 بتتعلم من الناس اللي حواليك خالص مشاكل خالص حتى في النص بيديك اجازة تلات ايام تلات ايام دي لما تيجي تفكر ان انت تنزل تاني تلات ايام انا هنزل يوم واعد يوم وارجع يوم نوي فانت حتى الاجازة بتقضيها مع الناس اللي هناك بقى اللي انت الناتورك اللي انت عملتها هناك وتتعوضوا تشوفوا بقى تروحوا بلد ولا تروحوا وتعوضوا في حتة ولا كلام ما فلا طبعا البروغرام هايل هايل بيعمل طبعا انا كنت طول عمري انا ضد ان انا اسافر طالما ان انا كنت دايما بقولي مش محتاج ان انا سافر وامشي مش دامش معنا ان اللي بيسافر غلط بس انا انا ما بحبش ان انا سافر انا مبسوط ان انا اقعد اشتغل هنا طالما فيه وابتكبر وعارف تلاقي كاريرك هنا بالنسبالي احسن ان انا اقعد هنا يمكن حتى على مدر حياتي الخمس وعشرين سنة اصحاب كتير اوي بقى خلاص بقى اللي سافروا اللي راح الجلف واللي راح امريكا اللي راح كندا وبتاع بس انا كان وجهة نظري طول ما انت موجود هنا وناجح وقادر تكبر انا اقعد هنا يمكن دي بالنسبالي انا سفرت كتير جدا بس دي بالنسبالي كانت اول مرة ان انا اروح اقعد شهرين مرة فطبعا مع حد بقى ما بيحبش سفر كتير طويل اه بحب سفر اوي بس اسبوع اه لا جازات اه بس ان انت تروح تقوم بقى شهرين بايدا عن كل حاجة اه وكمان ترجع خمستاش عشرين سنة وارا بقى وتتدي تشوف مذاكرة ومحاضرات وتاخد بزنس كيس وتروح تلخصها وتقوم تكتبها وتصعر عليها عشان تبريزنتها بكرة فبصراحة لا طبعا انت هتطلع من هنا مختلف خالص عن ما جيت لنا قبل كده ودي حقيق تفتكر ايه الاكتر حاجات اللي حست انت تعلمتها ومختلفت معك وانت خارج من ليدرشيب والحيطة اللي انا بكلمك فيها بتاعت ازاي تشتغل مع ناس وازاي تعرف يبقى عندك الملكة ان انت تعرف تختار ناس كويسة وتكتبهم بطريقة كويسة تحط فيهم دلهم الصلاحية وتحييهم وتقول لنا في ظهرك وما تقلقش وما تخافش وروح اعمل وغرب هتخسر ايه وبتاع دي دي سر نجاح في ناس ساعات بتسمع الكلام ده تقولك يا عم ده الكلام ده بتاع برا هنا ما ينفعش لا بالعكس لا بالعكس ده هنا اكتر لان احنا الى حد ما هنا يعني مش منظمين او زي برا فانت محتاج البناء ادم ياخد القرار ومحتاج البناء ادم يشوف من وجهة نظره يعملها ازاي ما هو ايه حاجات كثيرة قوي ممكن تبقى موجودة او 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 برا لكن هنا ما فيه في الكلام ده وده يمكن حاجات من ال يعني انا برضو واحد من الناس ما معرفش يعني ستايل المالتي ناشن انا معرفش اشتغل في ستايل المالتي ناشن كل حاجة بايرول و بوليسي وما فيش مساحة ان انت تعمل حاجة وعشان تغير حاجة لازم نروح للريجن والريجن توافق وما انا معرفش رغل في المكان انا بشتغل في حتة بقى عندي مفيش حاجة اسمانcias بايعني يعني كلمة وانا بقول كدة على ترابيست المانش منتقس دي مش بتاعك يعني مفيش حاجة اسمانcias بايعني انت موجود هنا انت تجزء من المكان اي حاجة ليك رؤية فيها عز تقول وقول يعني حاجة ليه علاقة بال بالتكنولوجي مفيش حاجة اسماندي مش بتاعك أنا كمان بشوف ان يعني بعد احتكاكي انا جاي في البودكاست تغير بعصي أصلاً كانوا جعيب من رواية. وغير طبعاً مش مهندس متحد. فشفت ان هو هي الشركة كبرت عن طريق ان هي خلقت او رواد اعمال جوه الشركة. ودي غريبة شوية يعني مع ان مثلا الناس كتيرة متعاربش يعني متكلمش كتير يعني مهندس متحد. متعاربش عنه كتير في الميديا يعني. بس هو خلق. ممكن لو خمسة وثلاثين سي او طرعوا من تحته. وامان بقت يعني انت كنت محتاج ده عشان تبداع. ولاس كتير في السوق هتلاقيهم حتى في الشركات المنافسة هما اكس راية. يعني يعني بدون ذكر اسماع بس ناس كبير من اللي مسكين شركات كبيرة في السوق. من اكبر الشركات هما اكس راية. الحقيقة انا كنت بتكلم معك حتى لما بقولك هي راية مدرسة. هي راية مدرسة. ومدرسة مختلفة عن اي مدرسة موجودة في السوق المصري. في كتير او بتتعامل في راية او بتتعاملش حد تاية. يعني سيبك من ان انت بتحاول تلقي الناس كويسة بقى كل الكلام ده كويسة. وبتدربهم بس في شوات حاجات موجودة في راية مش موجودة ايبن في المالتيناشل. ولا في الشركات الكبيرة ولا في اعظم بنوك ولا الكلام ده كله. يعني يعني كتير او احنا قصة ان احنا التالنت مانيجمنت وزاي نختار التالنت وزاي نحطهم زي حضانة ونكبرهم وبرامج من دي عندنا عشرات البرامج في راية ومهمة جدا وبتحط على ترابيزة ال top management كل ميتين. بنتكلم على الكلام ده ازاي تختار الناس كويسة وازاي تضمن ان الناس دي تعملها اللي هي عايزها تفضل ماشية معاك وتكبر وعندها اكسبوشن. وبرامج بقى كتير او عاد تكلمك. يعني عندنا بنامج اسمه راية اتشيفرس كلاب. بنامج ده على سبيل المسال من سنة الفين احنا بناخد احنا بناخد اتنين تلاتة في المية من الموظفين. نعمل لهم رحلة برا مصر. من ال top achievers. انت لا تتخيل الناس بتبقى بتكمبيت ازاي? اه? ان هي ان هي توصل ان هي تطلع في في الراك. اه four five days برا مصر. اه مرة تعمل في البرازيل. مرة تعمل في باريس. مرة تعمل في براج. مرة تعمل في يعني تتكلم بقى يونيميت احنا 25 سنة بنعملها. كل سنة بتتعمل. الرو اللي بتاعتها لو الشركة حققت يا جماعة هنطلع. طب مين اللي هنطلع? الطوب اتشيفرز. طوب اتشيفرز لها طريقة بتتأس بيها لو انت راجل سيلز او انت راجل مش سيلز. فده برنامج لازم تشوف الناس ازاي بتبقى شافة اخونا فاضلة ابدأ ايه? والطوب اتشيفرز والمنافسة عاملة ازاي? وكله بيجري عشان شايف ان دي طبعا ممكن تكون حاجة غريبة بس برنامج ناجح جدا 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 خالق اه تنافس ما بين الناس. خالق ان كله عايز يجري عشان ياخد الجراند برايز بتاعت يا احنا بادا وهين مفروض ان شاء الله كمان شهرين طلعين برتغال ونمث وقادين حوالين ميتين واحد للبرتغال السنة اللي فاتكت في اليونان. طبعا رقم كبير وممكن لو اي عد تقني عني واحترام اكون ممكن يقول لك ايه طب%. كلها تكلفة ميتين واحد بالدولار يعني ميشجر شوف الايفاكت بتاعها على حتى لو حد جي ميشي بعد سنتين ثلاثة هو بعد عشر سنين هو فاكر رحلة بتاعة الراكل اللي أنا طلقت فيها وتصورت مع صحابي وشفنا كلنا مع بعض عادنا تكلمنا وتعشينا فين وعملنا اكتيفيتز شكل عامل ازاي اللي فاكت بتاعها اكبر بو اهمة بكتير من انت تدي بونس كما ممكن الناس تقول لك يا عمى انت هسفروا ولا هبعتوا برنامج عشر عشرين ثلاثين الف دولار وفي الاخر يسيبني انت لسه ايل دلاتي الرايق دي تبنت عشان خاطر الناس اللي فيها الناس اللي طلعوا منها ناس كويسين اتنقوا كويس اتعمل لهم برو جرامز قوية جدا خلتهم لا ده ده اهم حاجة عندي الشركة دي دي شركاتي وده اللي بيقوله للناس يا جماعة دي شركتك دي شركتك انت مش موظف واخد مرتب اخر شهر دي شركتك كل ما الحتة بتاعتك بتكبر انت هتكبر وانا هكبر والشركة هتكبر احنا مصلحيتنا واحدة دي شركة وبتحكوا عليهم يعني انا عارف ان طبعا في يعني احنا الدنيا مش وردي في اه حاجات بيتحك عليك وفي فعلا شركات حتى لما تمشي حتى تفضل ابن الشركة يعني مثلا انا لما عملت انتروفيوز مع ناس تانية ثابت رايا زي احمد عبد السفر دايما هتكون فاكرين رايا هو كلم عنها اقولت له انا لما عدت معا قلت وقلت هتقوله ده براندين طبعا مش هتصرف تدفع عليه ملايين مظبوط 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 حتى بعد ما مش رايا السنة دي للسنة التانية تاخد طب امبلوير ودي شهادة كبيرة وحاجة عظيمة انها تبقى عندنا طب امبلوير ده بيقيم الشركة انت هل انت شركة كويسة ولا مش شركة كويسة بيزد على حاجة كدير اولا الكمونيكيشن والبرجرمز اللي موجوده ده والريتانشن والجو العام اللي انت بتشتغل فيه وانت كارير بتاع الشكل عمل ازاي فسوربرايز جحسان فاتت خدناها في تلاتة عشرين واحنا اللي بياخد الحاجات دي دايما شركات المالتيناشن السنة اللي فاتت شركتين بس من مصر هم اللي خدوها منهم رايا والسنة اللي خدناها على السنة التانية على التوالي فدي بتبروف ان ده مكان لا دي مدرسة لا دي مدرسة بتعمل حاجة مختلفة عن كل الناس وساعات سابقة يعني انا في اعتقادي سابقة حاجات كتيرة سابقة مالتيناشنال كتير جدا في حاجات بروغرامز بتعمل رايز بروغرامز بتاخد ناس تنقيهم بعد تلاتين انترفيو وامتحاناته بتاع بقيم تاخد الناس دي بتحطهم على فاستراك الناس دي زي ما يقولوا كده الهايبو ده جير الهايبو بروغرامز ده في برنامج تاني اسمه فالبرامج دي اللي بعدنا نتكلم فيها مثلا ساعتين تلاتة هتلاقي انت عندك عشرات البرامج اللي بالمنظر ده اللي بتقدر تفرز لك ناس كويسة جدا quality of the people اللي انت بتشتغل معهم حاجة كويسة جدا وأجان بيتحطوا في كالتشير بقى كالتشير بقى مش حسبانش بتاعتك انت مسموح لك تخش في اي حاجة وتدي رأيك في اي حاجة كارير بروغراشن بتاعك هيبقى ماشي سريع انت واخد objective عارف مطلوب منك ايه تعمل ال objective وتروح بعد ال objective كمان هتلاقي ال pay بتاعها كويس جدا هتلاقي كاريرك ماشي بطريقة سهلة فهي اجان هي رايا از مدرسة طب انا عندي سؤال لو انا عندي شركة والان من الكلام اللي انت بتقوله هل تفعلا هيعمل لي return on investment line كتير من الشركات هل فعلا الموضوع هيبقى مجدي اه لو انا شغال في شركة كده او انا عندي شركة كده او انا شغال في شركة كده تقدر تقول لي ايه اللي تقدر تقوله لي ان انا فعلا لا الموضوع ده مجدي ازاي وليه هيعود بحية كويسة على الشركة عندي الشخص ده لما بينجح الشركة دي هي اللي بتنجح الشخص اللي بقى الشركة لما بينجح هو الشركة اللي بتنجح الشخص هينجح ممكن بتاعه هيزيد ممكن بتاعه هيزيد هيترقى هيكبر هيقبض احسن الشركة هتكسب اكتر احنا اجان هي هي اللي تنمربطين ببعض ماينفع الشركة تنجح من غير الشخص من غير موظف ولا الموظف ينجح من غير الشركة فاحنا لازم الناس تفهم ان احنا حاجة واحدة احنا حاجة واحدة فحضرتك انفست في الناس دي دربهم خليك على درجة عالية جدا مش شفافية معاهم وخليهم يبدعوا يجروا يجربوا ويعملوا حاجة غلط بلاش تلومهم لان انت عارف انه حتى لو اتعملت غلط هو كان نيته كويسة تعال ازاي نصلح بسرعة ونقومهم كامل فلو هو نجح الشركة هتنجح ما هو ده وضع طبيعي يعني انا لما جير بقولك انا حتة الكابين بتاعت السيلز كتير اوي من المدارس وكتير اوي كان عندنا كتير اوي بنحط لا مية وعشرين في المائة ما يفعش تعمل اكتر من مية وعشرين في المائة انا عندي جزء متغير من مرتبي طب النهاردة انا عندي قدرة وانت حضرتك من دين التارجت ان انا اقدر اوصل ل مية وثلاثين ومية واربعين انت ليه بتوقفني عند المية وعشرين يعني ما تسيب الدنيا تجري هو يجري ويكبر والبي بتاعه يكبر والشركة في نفس الوقت ما هتكسب يعني وانا الراجل ده لما مفروض يبيع بمية وباع بامتين الشركة مش هتكسب احسن بكتير مش شركة هتكسب وتكبر وحصة السوقية تكبر طب لازم الناس تحس ان الدنيا احنا حاجة واحدة انا جزء من الشركة دي انا مش موظف هنا جاي عشان اخد مرتبي اخر الشهر والتكع الله لا انا جزء بالشركة دي وعيز اكبر المكان اللي انا فيه ده اللي انا بحاول عمله مع الناس وده اللي بحاول افقامه ده من للناس واعتقد يعني الحمد لله في الحيثات كتيرة او اللي انا اشتغلت فيها جوه جوه رايا انا هو ده اللي انا هو ده اللي انا بحاول ازق عليه وواصله الناس وده هو سر نجاح الحقيقة ان الناس تقدر تصدق انها ممكن تعمل حاجات كبيرة جدا وان ده هيعود عليها وهيعود على الشركة خلصت البروغرام في هارفرد ورجعت من من امريكا من بوستن انا كبرت في بوستن واهلي لسه عاشين الى هارفرد في بوستن في مدينة اسمان بوستن ورجعت مصر وابتدينا رحلة امان ايه اللي حصله وجات لك اول حكي لنا على الفترة الاوهرانية في امان كانت شكلها عامل ازاي وانت كنت بتاخد حاجة مش قائمة بقى وانت متكفرها لك حاجة لسه بابي مفيش خالص فاكسبرينس مختلفة كنت طريبا رايد اعمال جوة الشركة اكسبرينس مختلفة خضة شوية يمكن نفس الخطة لما اروحت الريتيل بس ايه بس مصودة بثقة يعني فيها شوية الثقة شوية ليه لانه انت بتقول بينك وبين نفسك بان انت جربت قبل كده انقل والدنيا مشت وعملت success story ايه امع نتكم 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 تعالي نشوف حاجة جديدة ونعمل طيب هنبتدي نعمل ايه يعني ساعتها كان امان اراد ابتدت بالدفع الالكتروني يزا ما قلت لك احنا احنا اتنين كوسيوز. انا ومحمد واحبي are managing the total امان holding company. فكانت امان اولادي موجودة بالدفع الالكتروني ابتدت بقالها حوالي سنة سنة ونص. وبتحاول بقى تنافس وتنزل وتاخد ماركت شير والكلام ده كله. فانا جيت عشان اجري في دايمانشن التالي خالص. تعال بقى عزين نفتح محلات. 250 محل. هنفتحهم في سنتين. جنين بقى. افتح 250 محل في سنتين. في مناطق رايحة للتارجت المناطق اللي هي الشعبية اللي فيها تكدس سكاني كبير او اقاليم. هي الناس دي اللي عايز الخدمة بتاعتنا بتاعت التقسيط. واحنا عملناها قبل كده في راية ونجحنا فيه. حتى لو بسكيل مش كبير تعال بقى نعمله بسكيل كبير جدا. فروحنا عملنا 250 فرع. وابتدينا نحط البرودكس مباحة بالتقسيط. وابتدينا نلاقي كومبليمانتري بزنس. وليه حاجة من الحاجات المهمة اللي انا عايز اسباط عليها شوية. انه طول ما انت ماشي بتلاقي كومبليمانتري بزنس. يعني بزنس مكمل. مش انت بتعمل تقسيط. والتقسيط ده ليه شوية بايزيكس كده من كرادت لريسك لكولكشن. طب ليه ما نعملش تقسيط عربيات. طب تعالوا نبتدي نشوف ايه اللي مطلوب في تقسيط العربيات. واحدة بواحدة نعمل تقسيط عربيات. بيننا بنعمل تقسيط عربيات. من اكبر الشركات اللي بتقسط عربيات دلوقتي في مصر. طب ليه ما نعملش تقسيط عند الناس التانية بقى. يعني نروح نمضي مع اول ناس ماضينا مع هايبر وان على سبيل المسال. وروحنا وكان عندنا تواجد جوه هايبر وان. فبقينا بتشوف الدخل حتى على على المكان اللي انت بتخشي له. انت مش داخل تبع له حاجة. انا داخل اقول له انا هزود لك مباعاتك. ازاي هتزود للمباعاتي? بيجي لك كاستمرس كتير قوي. دول كاستمرس بتاعك. عايزين يشتروا البطاعة بتاعتك. بس ما عندهمش القدرة ان هما يدفعوها كلها. او جاي يشتري التلفزيون اخره 32 بوصة. بس هو نفسه يجيب التلفزيون ال 55 بوصة. فادفع اللي موجود والباقي قصته مع امان. وابتديني نخد القصة بالشكل ده. فبقى عندنا ناتور فيها بتاع الف وخمسمائة تاجر دلوقتي. عندنا تقسيط عربيات. وعندنا تقسيط اللي جوه المحلات. فده اللي كنت بقول لك مش هتلاقي شركات كتيرة بتعمل كل انواع التقسيدي. يعني انت بتقسط عربيات وبتقسط جوه المحلات اللي عندك بتضعتك. وبتقسط عند الناس التاني. بتادي نشوف موجودة في السوق كمان ان احنا لازم نخش التمويل بعد. بزنس التمويل. تاني احنا بنقول ايه في الاول? احنا بنقدم خدمات مالية. طب احنا عندنا جافع الكتروني. وعندنا كل خدمات التقسيط. تعالوا نقدم خدمات التمويل عشان بقدمنا كل خدمات المالية. لو احنا بنتكلم على شمول مالي. وبنتكلم على خلص كده احنا غطينا الكل الاسبكس اللي تحت الشمول المالي. بتادينا بقى رحلة التمويل المتناس الصغر. في الفين وتمانتاشر. واسسنا امان للتمويل المتناس الصغر. وبتادينا بقى نجري كعادي تراديشنال مايكرو فانانس. بقى عندنا متين فرع وموّلنا يمكن خمسمائة الف مشروع لغاية دلوقتي. اتناشر مليار جنيه. اجان نبتادينا نبص ايه البيزنس اللي ممكن يكمل التمويل ده. فلاقينا ان في نيد في السوق للاسلامي كفانانس. ففي ناس كتير بتيجي تبقى عايزة تاخد تمويل بس ذي بيفضلوا انه هاي شريع. اه. فابتدينا ناسس ونجيب اه ادارة للتمويل الاسلامي. ويمكن ده اول ناس تعابلوا في مصر اه. في القصة دي. وعندنا فروع تمويل اسلامي فرع اتنين تلاتة سبعة. وحنوصل ممكن تسعتاشر فرع السنة دي. فده هو تمويل. وانا مش بعمل حاجة جديدة. بس بس ليه رولز وكونديشنز وبروست مختلفة. لاشخاص ولا شركات? لاشخاص عندهم بزنس او شركات صغيرة محتاجة تمويل عشان تكبر البيزنس بتاعه. حال. لقينا احنا نخش في الاسامي. طول عمرهم بتخدموا بالبنوك بس. لغاية من سنتين. تم السمح للشركات ان هي تقدر تاخد رخصة. وتمول الاسامي اللي هو بيحتاج مبالغ اكبر بقى من التمويل متناسة صغيرة. بيحتاج مليون جنيه اتنين مليون جنيه تلاتة مليون جنيه واحد عنده مصنع. بس بحتاج مبلغ اكبر. الناس دي كانت لازم ما كانش عندها حالة ان هي تروح للبنوك. من سنتين تم السمح تقريبا للشركات. قدمنا وخلنا الرخصة ودخلنا وبقينا برضو من الناس اللي موجودة لها بصمة في المجال ده. من اكبر شركتين موجودين في المجال ده. فده اللي كنت بقولك علي ان كل فترة مهمة اوي مهمة اوي انا بقى حاطتها تارجت لنفسي ان كل فترة يبقى في حاجة جديدة. كل سنة يبقى فيه نوع نشاط جديد نقدر نخش فيه. هي بشكل مختلف وهي ويقلل شوية اللي موجود عندك. الساعة كتير عاو بتلاقي اصل التمويل اهدى شوية بس التقسيط ماشي. ستقسيط اقل بس الدفع الالكتروني. فانت بتقدر تمشي بطريقة واقف عالارض ثابت. مش اي حاجة هتجي لك يمين ولا شمال هتعمل لك مشكلة. انت واقف وثابت وقدر تكمل وتجري وتقبل. طب اي انت بقى لك مدة في مجال الفنتك او التكنولوجيا المالية. فيه شركات كتيرة بتزهر كل يوم في المجال ده. وفي وستثمارات كتيرة. مجال ده كتير يعني حتى. كما كنت عاد ما منسلت تحت كنالي انا كتير قوي حلو بيحصل ده بشايف. بس التكنولوجيا دي بتكبر شوية. اللي انت شايفه اكتر او الفرص في المجال ده في الفترة اللي جاية. لان بقى فيه شركات كتيرة قوي بتخش. وايه ممكن اقول لك بقى الصعوبات اللي ممكن تواجه المجال ده في الفترة اللي جاي برضو. طيب اولا خلينا خلينا احنا احنا ما دخلناش دهات احنا دخلنا من حوالي ست سبعة سين زي ممكن تقول لك. وبالتالي احنا بقى لنا بوزيشن دلوقتي احسن من اللي لسه حيبتدي. فانت الى حد كبير انت اوالي استعرشت. ده نمر واحد. اه في ناس كتير بتخش دلوقتي. ليه لازم توصح الاندوستري نفسها. حجم الصناعة دي شكله عامل ازاي في مصر. سواء كانت تقسيد او 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 دفع الاكتروني. والنمو بتاع الصناعة دي بيحصل ازاي. احنا احنا بنشوف الصناعة دي بتنمو 40% ايا كانت الصناعة اللي انا اتكلمت عنهم دول. وده في حد ذاته اه 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 كويسي قوي. بتخلي ناس كتير تبتدي تخش. ايكن يمكن سوربريزنجلي. حتشوف الفترة اللي فات دي في اخر 3-4 سنين. كل البنوك ابتدت تروح تفتح شركات مايكروفانس. صحيح. او تشتري شركات مايكروفانس. ابتدوا يشوفوا ان هنا فيه opportunity. ابتدوا يشوفوا ان الصناعة دي بتقوم 40-50% طب هي هتوقف اعتقادي لقا. لان لان كل الارتكلز بتقول ان البلد زي مصر بالحجم بتاعها ده بالبوبيليشن دي بالبوفر تريت اللي موجودة بالكلام ده كله. لا احنا ممكن نشوف 10 مليون كاستمر في الماكروفانس. بس مش بقت شوية الفنتك يعني اللي بقت كتير شركات كتير قوي. اكتر ما الماركت ممكن يستحمل او السوق يستحمل. لا لسه بادري سوق كبير جدا سوق كبير جدا. انا بقول باينج باورفل يعني القوة الشرائية فيها. مش كل الشركات خلي بالك قادرة انها تجري بنفس الصرعة. اه اه امكن السنة ولا السنتين اللي فاتوا دول اه اه لا الشركات الخفيفة تهزت كتير وفي ناس مش قادرة تكمل وفي ناس افلت. وفي ناس اعتقد هتقفل في الفترة الجاية. لان ده وقت صعب. صحيح. الظروف اللي بتحصل دي وقت صعب بس بس القوي اللي هيقدر يكمل. واحنا طبعا يعني الحمدلله واحد من الشركات الاقوية دي وشايفيني الشركات القوية التانية لما نفسها. فلا ما اعتقدش ان هي الدنيا الدنيا هتكون صليديت شوية. سوق كبير. بس في الاخر هبقى في خمسة بيك بلايرز. اربعة بيك بلايرز. في كل مجال اللي قلنا عنيه دول. دول اللي بيمتلكوا تسعين في المية من السوق. وده يعني ده صحي جدا بالنسبة للسوق. في اربعة خمسة كبار. اه عندهم تسعين في المية من السوق المصري في اي مجال ما نحن نتكلم فيه سواء تمويل او تقسيط او 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 دفع الكتروني. فا طبعا في شركات كتيرة بتقوم. من شكل الصناعة بقى مغري. وان الصناعة بتكبر اربعين وخمسة في المية دي حاجة جميلة جدا. يلا نروح ننفست فيها. فمين اللي هيكمل? الاقوى. انا في اعتقادي اللي عنده. يعني وذات سواء ان احنا كنا بنتكلم ان احنا لازم يكون انا مش عندي خدمة وبقدمها للزبون وخلاص. انا عندي خدمات كتير اقدر اقدمها للزبون. وده هيخلي الزبون بيفضل ان هو يقعد معي عن هو يروح مع حد تلك. وده اللي احنا عملناه في اخر سنة سنة ونص بتاع امان. خلاص انسى بقى موضوع الشركات. احنا هندخل ايه امان واحدة. كلمة واحدة. الزبون يبقى شايفنا بشكل واحد. ومصلحتنا ان الزبون يبقى عنده اكتر من خدمة مع امان. عنده مكان الدفع الالكتروني وعنده تمويل. عنده تقسيط وعنده اسم اي. يعني فخلاص انت عايز او سعنا ده مكتب اديهم مثال كده انا كنت بقوله بقول سهل اوي لو انا عندي حساب بنكي. لو انا عندي حساب بنكي مجرد بينزلي عليه مرتب. وده بتكارد. وتيجي تقول لي تعالى انقل حتة تانية. ايه مشكلة سهل? هتديني الكارد والباسورد. وهنقل حتة تانية ما فاش حاجة. لكن لما بكون الحساب البنك بتاعك ده انت رابط بيه بقى. واخد بيرسونال لون. وعندك دفتر شركات وكاتبهم عشان انت شريحة. بتلاقي ان انت واخد خدمات كتيرة او بدل بنك. صعب او ان انت تاخد القرار ان ان انت تمشي. اه? فده اللي بنحاول نعمله في امان. ان احنا عايزين نوصل ان كل عميل اواخد خدمة واثنين وثلاثة من امان. وبالتالي شاف البروتفوليو بتاع كله عندنا. وسهل بقى بعد كده ان انت تبيع له خدمة تانية. صعب جدا ان هو يفكر يمشي ازلان جهاز ان انت بتحاول تديله سيرفيس كويسة بطريقة سهلة وسريعة. طيب انت خلينا نقول انت مريت بمرحلة كانت البداية. وبعدين كبرت بقى عندك سبعة تلاف مواصف. السكيلين ده من اصعب الامور اللي بتمر بيها اي شركة. صعب. وانت مثلا خلي بقى يعني انت بتدير عشر اشخاص. اللي بتدير عشرين. اللي بتدير مية. اللي بتدير الف. اللي بتدير الفين. صعب. سبعة تلاف. ازاي عرفت تعمل السكيلين ده. في المؤسسة اللي انت فيها لما بديت. ودلوقتي. وايه اكتر الحاجات اللي انت معتقد ان بتساعد اي حد يعرف يعمل توسع للشركة بتاعته. طيب اولا اولا لازم السكيلينج يكون يعني اعتقد لازم يكون مدروس مخطط شوية. عارف انا هعمل ايه وازاي وامتى. فلازم موضوع محتاج تنظيم وبلانينج بشكل في استفادة يعني. سنان تاني ممكن هعيد نفس الكلام بس انا مش عارف اعمل كل ده. بس اه بس لازم اجيب حد جامد بتاع اوبرايشن. حد كويس قوي بتاع سيز. حد كويس قوي بتاع اه فاسيليتي. حد يقدر يسكيل ويصدق ان احنا هنقدر نسكيل بالشكل ده. فاحنا ما اطلعناش من زيرو توان هندرد في سانية. احنا بقى لنا ست سنين. اه يمكن مش فترة كبيرة قوي. بس اه في ست سنين الحمد لله عملنا نجاحات كويسة جدا. اسمنا بقى لنا اسم موجود ثابت عندنا حسة سوقية كبيرة. بنكبر ونكملين وهنفضل مكملين بالشكل ده. مساعدانا طبعا الكلتشر بتاع رايا. مساعدانا الكلتشر اللي احنا كملنا بيها جوه امان. ان احنا احنا شغل. احنا احنا عايزين ننجح. احنا كلنا عايزين ننجح وكلنا بننجح. ولما هننجح هنخرج نحتفل ونهيس ونبسط ونستقبض ونطلع الراك والناس ساخر برا. يعني في حاجة كثيرة جدا. فالسكيلينج السر بتاعه برضو هم البناء جميعين. انت مش هتعرف لما تجيب حد يعني حد يعرف يصدق ان هو رجل اللي بيقصد عربيات عندي ده لما جيجي كان بيقصد خمسة مليون جنيه تلاتة مليون جنيه مش عارف في الكورتر. النهاردة عادي جدا بيقصد خمسة مليون جنيه مش حاسس ان في حاجة خمسة مليون جنيه في الكورتر. اوكي. ازاي بقى نروح نعمل مليار جنيه. هو ابتدى يفهم بنفس الكولتشر اللي انا بقول لك عن الامبادت كولتشر. ازاي اجيب ناس تقدر وتكبر وتسيطر وتقدر ونروح منطقة جديدة ونفتح حتة جديدة مكنناش بنروح. دي اهم حاجة في الكورتر في اعتقادي. اهم حاجة. دي اللي هي بتبقى اصعب حاجة واهم حاجة. ولو تبانت صح. خلاص كل الناس بتخش مصنع بقى. كل الناس دخل فهمة بتتكلم نفس اللغة. فهمة بتفكر ازاي. تجري ازاي. تجبر ازاي. تبقى ددي هاسل. عدد الموظفين الكبير ده والمتطلبات بتاعتك. يعني خلاب دول بتحط عليك ضغوط ان انت فيه ميتنجز كتير. اول واحد. اول حاجة في الادارة اللي انت لازم تعمل ميتنجز. طبع. فيه مقابلات. لا انت. الحقيقة ان انت بتشتغل عن طريق ناس تانية. يعني انت بتحط ايدر كل حاجة. مزبوط. بس طبعا مع العدد الكبير عدد الميتنجز بيكتر. وعدد الايميلاد بيكتر. وعدد الكلام ده كله بيكتر. صح. ازاي اعرف كواحد ممكن تقولي بقى انا سي او جديد او عندي بزنس جديد او تعينت كسينيور ماناجر جديد. ازاي اعرف اعمل افاكتف ميتنجز. اعمل ميتنجز كويسة. مفياش تضيع وقت. نطلع بيها بحاجة وتكون منتجة. واحد اولا الميتنج لازم تكون سكاديولد. ولازم تكون عارفين هنعمل ميتنج امتى عشان نناقش ايه. ايه الابجكتف بتاعت الميتنج. مهم قوي مين اللي هيحضر الميتنج ومش اي حد يخش في الميتنج. لان فيه برضو بتبقى ساعات مش مش حاجة كويسة قوي. كل ناس عايز تجي تحضر الميتنج. وبالذات بقى لو طب مانجمينت حاضر وبتاع فمهم قوي. ان عدد الميتنج بقى افاكتف. ما نعملش بيزنس ميتنج. لازلنا اكون قرار في حاجة وتلاتين واحد ولا حاجة عشرين واحد. صعب يا. خلينا نكسرها ونعملها بشكل افاكتف. ينفع نكومينيكات الناس تكومينيكات مع بعض. لازم نكتب كل حاجة في الميتنج. لازم نكتب ميتنج ناخد بوينس بكل حاجة كتبت. وهما حاجة نطلع مين هيعمل ايه امتى? عشان لما نعود لعادة الجاية نبقى فاهمين احنا اتفقنا على ايه المرافات. ما تبقاش قاعدة وان شاء الله ووكي وياس ونقوم ونمشي. فاحنا مهمة جدا ان نطلع بناخد كل البونس اللي احنا عايزين ان ناخدها. احنا عارفين احنا جايين وهناقض نتكلم في ايه? هنتكلم في واحدين ثلاثة اربعة. مين هيعمل ايه? فلان انت هتعمل دي قدامك قد ايه? اسبوعين ده ثلاثة ده اربعة. فمهمة او تنظيم الحتة بتاعت الميتنج دي لان لان الحقيقة هي بتكونسوم وقت كبير جدا. ولو ما تنظمتش بيبقى الوقت ده ما بيجيبش نتيجة. فمهمة اوي الميتنج اللي بعده بنقول طيب عندنا ايه من الميتنج اللي فات ونبتدي نشوف احنا كان عندنا دي خلصت دي خلصت دي خلصت دي لسه واقفة وقفت ليه عشان كزا طب هنعمل ايه? طب هتخلص ازاي? وامتى? فمهمة اوي حتة التايم فريم. ها? التايم فريم بتاعت هتخلص ازاي? وامتى دي? لان دي اهم حاجة في في نجاح اي بزنس. ان انا احط ابجيكتف ابقى عارف اقيسه. وابقى عارف انا الابجيكتف ده بيتقاس ازاي? وهيخلص امتى? فدي اهم حاجة. فاعتقد دي من من الكيز ان انت اه عدد الناس اللي حاضرين في الميتنج ما ينفعش يكون كتير جدا. لازم الميتنج يكون لمنتس. لازم يكون مكتوب فيه مين مسئول يخلص ايه؟ امتى? ويتراجع الميتنج ال lack اللي بتحصل في العالم صديا وسياسيا زي بوبوليتكل انفارمنت والتضخم والتغيرات. خلت ناش كتيرة اللي عندو بزنس او مدير كبير او سيي او كده. عليه الضغط نفسي. وعقلي ونفسي وجسدي كبير. بس ممكن اقولك يعني كتب الانبياي العديمة اللي كان يقول لك ايه حط استراتيجي خمس سنين خمس سنين قدام عشر سنين قدام ونحط خطة خماسية انت دلوقتي بقوله لو عرفت تتخطط لثلاث شهور تبقى انت بطل بتخلي عليك ضغوط حقيقي يعني كتير بالعكس في ناس بيحصلها بيرناوت بيتحرق من كتر الضغط ده لانه حتى لقوا في امريكا كان احساسي يقول لك ان التانير او الوقت بتاع السيو قل كتير عن زمان بسبب الضغوط النفسية والعقلية اللي بيدغط فيها اي سي او فبيمشي بيقعد كشوية ويقول لك انك فعلية ساعتين انت بمشي انت اكيد وجهت الموضوع ده بتحاول تتعامل معه ازاي انا مشاف في ايديال بس ده انت بتحاول تتعامل معه ازاي او شفت اكيد في بيرس في الشركة في سي او كتير بتتعامل معهم الاجزامبلز اللي بتحاول اللي انت تتديل مع الحاجات دي باكتر طريقية بص حاكتين في اعتقادي حاجة الاولانية اللي بيهون عليك لما بتشوف ساكساس لو نجحت بيديك بوست كده ويحليك قادر تكمل ولسه فيك قوة وعزيمة وقادر تكمل ويالله ونكمل فدفنت للساكساس فالنجاح لما بتيجي تعمل لسانة كويسة بتديك بوش حلو جدا لسانة اللي بعدها وتحس ان انت لانا لسه عايز اعمل حاجة ده واحد اتنين ان انت ما بتعملش نفس الحاجة ان انت زي ما بقولك كده احنا ست سنين احنا كل سنة تقريبا دخلنا صناعة مختلفة بتتخش تقسيط دفع الكتروني تمويل وبعد انت بتتخش تمويل الاسمي يبقى ان هو هو الاسمي مختلف تماما بس ده الحاجة دي حاجة الفنية انا بتكلم عليك انت كانسان سيكمل الشركة دلوقتي انا كانسان اللي بيديني الانرجي ان انت تحس ان انت ناجح ده نمرة واحد ونمرة اتنين ان انت لازم تفصل كل فترة عشان تعرف تكمل اذا انت بتوصل لفترة فعلا زي ما انت تقولها بتبقى منهج جدا 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 مش قادر دمالك قفلة لازم تفصل هل تفصل ازاي ترى انا بالنسبة لي فصلتي يعني ببسل ويك اند ان لاس في بيزنس ترافل ان لاس في جمعة وسبت دول بيبقوا فصلة الا لو في امرجنسي او بيزنس ترافل ده واحد ولازم كل ست شهور تشد سكينة خالص بعد تشد سكينة خالص وتسافر انت بقى وظروفك عارف تسافر حاجة برة تاخد اجازة اسبوع ثمانت ايام كده يعني دايما اسبوع باثنين ويك اند ده اي ديال يعني بتعرف تفصل يعني انا في ناس كتير يقولك انا بسافر والمكالمات تلاحقني على اللابتوب الحقيقة بعرف افصل حتى لو في واتساب في مكالمة مكالمتين بس لا انا باخد الاجازة وبتبسط مش طول ان انا قاعد في التليفون ما بتحصلش بس بعرف افصل ولازم بعرف ان انا هفصل عندي اسبوع عشر تيام كل ست شهور مرة في الصيف ومرة في الشتاء فصلة دي بتبقى فصلة لطيفة كده بتعرف ترجع تاني تكمل يعني واعتقد دي مهمة جدا 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 ودي حاجة يمكن اللي انا شفتها في مالتي انشن كتير ومقتنع بيها ان كتير قوي من الشركات منديت عندك ان انت ليس تاخد اجازة انت هيب عندك مشكلة لو ما خدش اجازة اخر السنة وده حقيق يعني انت يان هربية تلاقي الناس ما قفين السنة الرابط تقفل وانا ما خدش الاجازة طبعا من ليه طبعا نازم اخدها لازم تفصل شوية انا بالنسبة لي انا باخد اسبوع عشر تيام في الصيف عشر تيام في الشتاء ممكن بقى متصلين او متقطعين بس دي اللي بتخليك تفصل وترجع تاني بقى تكمل ب ممكن يعني كتير من موديلين كبارة والسيوزة وصحاب الشركات او عنده مشروع حتى اللي عنده مشروع صوائر رائد عمال عنده مشروع صوائر بيمروا بصروف صعبة جدا بتغيرات والكلام ده كله والناس حالتها النفسية الموظفين برضو متبقاش احلى حاجة وانت مطلوب منك ان انت برضو عليك الضغوط وانت نفسك مش احسن حاجة في الاوضاع دي بس انت مطالب منك ان انت تدي الثقة للناس ومضطر ان انت حتى لو انت حزين اشياء مضطر انت بتظهراش طبعا الموضوع ده اكيد بيعمل عليك ضغط يعني يعني زي بقولك انت بتكون عندك انت التخوفات والعزان وخايف من التحركات والمستقبل وكده والتيم نفس الحاجة فازاي بتتعامل ان انت تدير الموضوع ده من جواك وفي نفس الوقت تخلي التيم او الفريق عنده نوع من السخة او الطمقنين انا او الموضوع اعتقد ان اصعب الحاجات طبعا صعبة جدا بس دايما افتكر ان زي ما بيقولو كده بالبلدي زي ما ان الشخص بيشوف الشركة في مديره مديره كويس يبقى الشركة كويس اوه مديره وحش يبقى الشركة اوه ما انت عارف ان القصة دي وعارف ان انا الوجهة بتاعت الشركة وعارف ان انا لازم ان الناس تبقى شايفة الاتيتيود والبيهيفيور بتاعي وكي ناس كتير قوي بتشوف ان انت بتعمله ده ازاي وده اللي بيمس حتى بتوش كويس من جواه انت كتير جدا بتبقى عندك مشاكل وشغل ادماغك كتير جدا وقاعد بتتكلم في ميتين في حاجة ومضطر تبقى بوكر فيه شوية وقاعد بتتكلم وعادي وممكن تكون انت عندك مشاكل كتيرة بس مع الوقت بتتعاود عليها وبتفصل تماما ما بين واللي في دماغك وما بين انت جايد لا تقاعد عشان تعمل حاجة معينة خلا خلينا نعمل حاجة معينة دي ونتطلعها بشكل كويس ونتفق ونقلص وناخد قرار ونبتدي نامبليمنت وانا هنشوف الموضوع ده بعدين على فكرة الملكة دي مستهلة بس لان في ناس كتير قوي عنده مشكلة بتطلع بتطلع بتباني على طول يعني انا انا تعلمت الموضوع ده انا اشتغلت وانا في الدراسة كرسون في امريكا فكان الراجل اللي بيدربني كان راجل يوناني فكان يقول لي يعني يقول لي انت عندك مشاكل والبيت والكلام ده كله انت هنا الناس جاية تنبست مش دعوة بمشاكلك لازم تبتسم لازم كذا كذا لان هو جاي ينبست صح مالوش دعوة بقى انت عندك ايه فتعلمت الوضوع ده من وجهة لازم تعلم تفصل ما بين الشكلين اللي بيحصل وراه المشاكل وما تطلعهش في اللي قدامك لان في وسط الاحداث دي انت يعني انا ممكن اقول بتكلم مع ناس كتير سي يهوز وكده بصحاب شركات هو نفسه منهار بس هو ما يقدرش يباين لك والتيم ممكن ما بيبقاش فاهم الحتة دي طبعا طبعا لان لو لو اجان ما هو هو الشخص ده هو مرآة الشركة فانت هيبقى شايفك ان انت منهاري بقى الشركة بتنهاري بقى في حاجة وانت طول ما انت عارف ان انت الناس بتشوف الشركة فيك وفي اتيتيودك وفي البيهيفيور بتاعتك وفي طريقتك وفي اسلوبك لا لازم تاخد بالك كواس جدا لازم تتعام مع الناس باحترام كواس جدا مفيش عصبية مفيش طريقة فيها تعالي مفيش كلام ده كله هلفل جدا بتحاول تساعد على قد ما تقدر لازم لان هو بيبقى شايف ان الشركة فيك انت كشخص فصعبة صعبة بس محتاجة ممارسة هتفصل تماما خلص الدنيا ممكن تبقى في دماغك فيه عندك ميت مشكلة وميت مصيبة وحاجات بتولع بس انت بتبتسمه بتحاول بتحاول تفكر وتحاول تحل الطبك اللي احنا عادينا نتكلم فيه دلوقتي ايه اكتر مرحلة او موقف حسيت فيه ان انت فشلت فشل جامد او اخفقت جامد وتعاملت مع الموقف ده ازاي وبقيت تتعامل مع الاخفاقات ازاي دلوقتي يعني الحمد لله يعني كان ما عدتش الحمد لله بحاجة فشل جامد عدت بمطبط مطبط كتير طبعا في الشغل في نتيجة احداث بتحصل احنا برضو من الجيل يعني اللي في اخر عشر سنين دول يشافه حاجات كتير اوي في البزنس وشافها كتير اوي في اللي بيحصل من حروب ومن كورونا ومن ظروف اقتصادية وماكرو كينامكس فاكتر اللي بتحصل يومين دول وبالذات وبالاخصة اللي في مصر طبعا تكمل حاجات اللي بتحصل دي صعبة جدا البزنس في مصر دلوقتي صعب صعب السوق كبير جدا والسوق ومعظم الشركات قدرة كبيرة قدرة تقف وتكمل بس لا في شوية ظروف صعبة جدا زي ما انت كنا عاديم بنتكلم انت كتير اوي مش عارفت بريديكت هو حيحصل اي بكر غير لو انت قاعد في اي بلد اوروبي ولا قاعد في امريكا ولا قاعد في الدنيا ستيبل عملة ستيبل كل الحاجة دي بتأثر على البزنس كل دي اسبكس بتخش بتجيب لك البلان بتاعتك يمين او شمال فلا طبعا الدنيا صعبة شوية فلا ما فيش حاجة حصلت يعني الحمدلله يعني يمكن حظ كويس ما فيش حاجة بشل زريع ومصايب وبتاع لا ما حصلتش حصل مطبط شوية اعتقد يعني من الواحد اتمرن كثير على مطبط فما خلاص بياخد الموضوع بيتقبله الواحد جيت تيتون احسد شعلك فبقى بيشوف حاجات يعني خطات كثيرة او تشوف احنا مثلا بالنسبة انا البزنس بتاعنا الانتريس ريت مهمة جدا 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 لان بارت مهمة اوي من البيزنس بلان بتاعتك انت تكلفتك كام وحاد بيها بكام فانت بتفاجأ ان انت تبقى قاعد على البالو على الخاطر مثلا حصلت السنة او سلب لها 3% نعمل ايه طب هنعمل ايه طب نعمل ايه نعمل ايه وتحل بها الكلام دي السنة اللي انا بقولك عليها دي ويأتشيف موردان 100% حققنا اكتر من ما في المياه برغم دي كانت قتلة بس بالهدوء هنفكر هنشوف ازاي نعرف نعدي المطب ده ناخد اكشن ونبتدي نعمل مختلفة تجيب لنا الفرق ده في الفترة الاوليلة اللي فضلت نعمل وعملنا ونجحت سنة اللي فاتت في 23 سنة 22 الحمد لله ماشيين في برغم كل ظروف اللي كلامنا عليها دي الحمد لله برضو في الاخر عملنا اوبر اتشيف منت اللي بتاعتنا متاع 23 و 22 في الظروف دي يعني مفيش الحمد لله بالنسبة اللي معداش عليها حاجة فشل جامل جدا 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 مطبط شديدة شوية بنراحة وبنقعد ونلم ورقنا ونعرف نعدي منه انت في المرحلة دي بتعمل انتروف مع ناس وبتعين ناس وبتمشي ناس ايه اكتر حاجة بتدور عليها وانت بتعمل انتروف مع حد الشخصية دايما بيبقى في دماغي الشخصة ده وهو بيتكلم وبعض اسكانوا كده وبتخيلوا كده باكت في دماغي حيليق على الناس اللي جول موجودة ولا هيبقى مدمر لان دي حاجة مهمة جدا انت مش بتبتدي من الاول انت بتبتدي وفي ناس وردي موجودة ولازم تميك شور ان اللي جاي ده كالتشور وايز بيفت مع الكالتشور وايز بيفت معك فده واحد لكن التعبير اللي كنا بنقوله بلا دي قوي الشاسية مهم الشاسية الراجل ده الشاسية مزبوط يعني هيعرف شخصية كويسة شخصية متزنة بيعندوش مشاكل بيفكر كويس بيحلل كويس عارف يشتغل مع ناس عارف يدير ناس بعدين انا عندي اقتناع كده دايما بعمله وانا ما بجيبش اي ماناجر فاما فوق وانا ما بسعل عليه واسعلي برا يعني هو بيخش ويعمل الامتحان ويعمل انتربيو ويعدي انتربيوه وتمام قبل ما انطلع اي افرنج لاتر لازم اشوف الاماكن اللي كانت شغال فيها واخد فيدباك لان ده في نتليه بالنتورك هتلاقي ناس فيدباك فبتاخد فيدباك دي مهمة اوي البناء سينه طيبة حتى حتى لو هتسيب ما كان تسيبه صح طبعا مهمة جدا وده في نتليه يعني لما بتاخد فيدباك بتعرف على طول ان الراجل ده كتير اوي تحصل ده هيتكلم كويس اوي هيبهرك ومش عارف ايه بس عمره ما بيحقق اي حاجة من اللي بيقول عليه او الساعات بتبع العكس هو مش احسن واحد في الانتربيو بس هو الراجل ده محترم وكويس وبتع شغله ويعارف يشتغل مع الناس ويساعد ويعمل فمهم او انت تاخد فيدباك من الشركات اللي كان بيشتغل فيها قبل كده لو انت بتبص على القيادة وخدت ترينيج في القيادة كتير ايه من وجهة نظرك معنى الليدورشيب او القيادة هارجع تاني الكلمة كانت مشهورة برصص احنا انا سبت ممكن هارفلد من 2016 زي ما كنت بقولك كده عدى حوالي 7-8 سيئين بس بس فاكر لسه حاجات وخلاص بقيت في الدين ايه اشتغل بيها كان دايما يقولولنا creating the winning team creating the winning culture ابني بس if you want to be a successful leader انت you have to build the winning team ابني فري ناجح بس اللي انت شايف ان هو دا team ناجح هو دا اللي هيخليك تنجح as executive ان انت كل واحد في مكان والمزبوط انا جايب الشخص دا في الحتة دي دا راس حربة دا خط وسط دا فانت بتبني انت الكوتش القعد تبني وتحطهم وتوظفهم بالشكل المزبوط امباورهم امباورهم اديهم الصلاحية ان هما ياخدوا قرارات انا في ظهرك ما تقلقش لو حصل حاجة هنعرف نلمها ما تخافش فيبتدي يتشجع انه يعمل القصة دي communication كتير مش هنقفل بقى وخلاص باي باي وتواصل وكلام من ده وموتيفيتم يعني لازم تحفزهم وشايفين هو الدنيا ما بتكبر انا ما بكبرش ليه لا هي الدنيا ما بتكبر انت هتكبر automatic يعني انت ثق في هذا كل ما الدنيا هتكبر انت هتكبر automatic عندنا ناس كانت جاية مسك حتة قد كده بقى راجل دلوقتي مدير و senior manager و director و senior director وال pay بتاع الدرف 5 و الدرف 10 لان حتيته كبرت انت عرفت تكبر الريا بتاعتك والexposure بتاعك كبر جدا جدا فا انا اكيد هتكبر والمهم ان الشركة تدي الناس برصة ان هي تكبر dayd apare طبعا ايه معنى النجاح بالنسبة لك الحقيقة عن متى انا بالنسبة لي سمعة السمعة تبقى سمعة كويسة وبالنسبة لي طبعا النجاح بيبقى باين من الريزلت والفينانشلز والاتشيفمنت والكلام ده كله بس ده بيساتسفيني انا بحب ان انا انا بخلص سنة وانا نجاح انا اخش الكلان انا با بروبوز بلان السنة الجاية 200% 300% انا اصطيع عمتا في الحياة اللي انا اقول لنا يعني معنى النجاح عمتا النسبة لان انا في ناس تتكلم تتكلم عن نجاح بسبب قول النجاح اكتر حاجة من شخص لشخص ومرحلة لمرحلة حياتي بتختلف يعني انا بالنسبة لي اكتر حاجة بتغير النجاح على مستوى الشغل زي ما قلت لك ان انت خلاص وكسرت وبرت وعملت وبنيت وبتحاول تفتح في كذا حتة وكذا مجال ده جزء بيديك ساتسفكشن بيحسسك ان انت ناجح الجزء التاني المهم برضو ما تحس انت ساعدت حد ده ده بالنسبة لي انا عرفت ساعد حد انا عرفت عين الناس كتير انا عرفت واحد ياخد حقه ما كانش عارف يعني ان انا ساعد حد دي سواء شخصي او بزنس دي بالنسبة لي بتديني سالف ستسفكشن كبير جدا لو انا عادتك قدام نفسك وانت عندك واحد وعشرين سنة تنصح نفسك بيه اعتقد بزنس وايز هكامل زي ما انا وفض نفس القرارات اه بيرسونال لايف اه يمكن كنت هحاول عددك اتوقت اكتر للرياضة كان نفسي اكمل انا كنت بلعب رياضة كتير لغاية الجامعة وبعد الجامعة طبعي اه لعبت سكواش كتير لعبت تنس كنت بلعب يعني كنت بلعب رياضة كتير يعني وكورة طبعا وما شابه بس اه بعدت خلص بقى ومش هقول مفيش وقت عشان هي مفيش حاجة اسم مفيش وقت هو فيه كسل فهو دايما فيه وقت لاي حاجة فالوقت لو موجود دلوقتي هتلاقي نفسك ايه بتكسل فتروح طواض مع صحابك في الكافية ولا بتاع اريح وبتاع فلا لو رجعتي تاني كنت هقرس على نفسي اكتر بيرسونال في ان انا العب رياضة اكتر واحاول اقرأ اكتر انا للأسف اه ما بقراش كتير يعني بتعلم كويس وبحاول اتعلم كتير من 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 حاجات كتير من بروجرام زي اللي احنا قديم بنتكلم فيه اسمع عن الضيوف اللي انت جبته اقرأ ارتيكلز اه اه ادسكاس اخش في اي حاجة يعني بش حاجة اتعدي انا قصادي مفهاش يعني بش حاجة اتعدي كده من قصادي مفهام بموضوه ده يعني لا افهمه و هفهمه منك لما ما فيمتوش اخش اجيب حاجة بسرعة بص عليها بش هقرأ كتب من ايه توزي زي مو بيقولوا بس يعني بش في الموضوه ده بتكلم عن ايه وايه الموضوه ده وهو اعمل ايه بره بتاع فبحب اتعلم بحب اتعلم واخر شفحة جديدة وشفحة جديدة مش حاجة اسمها مش بتاعتي مش حاجة اسمها انا مش ما بفهمش في الموضوع ده لازم على الال اكون تفهم البيزيكس بتاعته لو انت تخيلت نفسك في اخر عمرك تحب الناس تفتكرك بايه او تقول عنك ايه سمعته كويسة وجدعة يعني احب الناس تفتكرني ان انا الراجل ده كان سمعته كويسة والراجل ده كان جدع وكان فعلا بيساعد وعايز يساعد اي حد فدي اكتر حاجة احب ان انا اسمها عن نفسي لما اريتاير ايه اكتر نصيحة حد الهلك في الحياة عمتا وفرقت ملك اه متحد خليل طبعا كان دايما كان فعلا جمد قلبك ما تخافش جمد قلبك ما تخافش هيحصل ايه فجمد قلبك دريم بيج وجمد قلبك دي اكتر حاجة اه سمعته وقصرت فيه وخلت فعلا انا انا جمدت قلبي مبعدش بخاف زي زمان زي ما كنت طب وانا عملت ده هيحصل ايه وتقول تخاف وتفكر الف مرة طب واتقف حتفكر وهتبقى مجهز سيناريوهات بس في الاخر لا جمد قلبك خد الدسجن يعني خليك خد قرار بسرعة وجمد قلبك وخد الرزق وروح قدام مش هيحصل حاجة ودي الحقيقة دي تعلمتها من متحد خليل يعني حال لو عندك كتاب فرق معاك في الحياة في البزنس تميت ازاد حابب ترشحه لنا ما انا زي ما قلت لك انا للأسف حتة الاراية مش يعني انا كسول في حتة الاراية والكتب هوافر هوافر انا ما بحبش عدي حاجة ما فهمهاش محبش عدي ايك شغال في صناعة انت بتعمل ايه مليش دعوة لا انا عايزة فهم انت بتعمل ايه وتعملها ازاي وايه اهم حاجة عندك وايه كيف اجزل انت بتقيس عليها فانا ما عنديش كتب قدرت تروفيرك لحد يعني بصراحة بس اقدر انصح الناس ان ما تعديش حاجة من قدامك ما تفهمهاش ايا كانت حتى انا مش في مجالك والله هيجي وقت وهتشوف انا بقول لولادي حتى الجغرافيا اللي هي المادة اللي ممكن تبقى مش مستظرافها دي والله لما تكبر هتشوف مهمة جدا ازاي وان انت غصبا عنك في حياتك هي دي تبع محافظة ايه وان غصبا عنك هتتعلي بالكلام ده فما تسيبش حاجة تعدي ما تفهمهاش افهمها اسأل ووعد تكلم ودردش وانكش فيها زي ما بيقوله كده ولو ما وصلتش هتش اسأل انت تنفتح جوجل وكتبله كلمة ولا تشات جبيتي ولا هتعرف توصل لكل حاجة ما تعديش حاجة من قدامك من غير ما تفهمها لان حتى لو هي مش مفيدة دلوقتي والله هيجي وقت وهتبقى مفيدة وهتلاقي المعلومة دي مفيدة بالنسبة لك حزم في نهاية اللقاء انا حباب اشكرك جدا للقادة الجميلة دي والدردشة انا شخصيا استفدت منها كتير ويا رب ما كدهش ديوف توال عليك لا انا اللي بشكرك احمد قادة جميلة استمتعت بيها ويا رب الناس اللي تسمعها تستمتع بيها وتبقى مفيدة لنا جميعا وبشكرك شكرا جزيلا وانا اتمنى لك او انت لسه بتفرجوا علينا لغاية دلوقتي ما تنساش تعمل شير للحلقة فعل جرس وكتب لنا في الكومنت رأيك في الحلقة لو عندك سؤال لي او لحازم او لو حابب تراشرحوه او اشخاص في المستقبل ولو انت بتسمعنا على اي منصة من منصات البودكاست الصوتية ما تنساش تعمل وامل شير ولو مع شخص واحد عشان نقدر نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس ونشوفكو في حلقة جديدة من بزنس بالعربي بودكاست ما تنساش انت شي سي او حياتك السلام عليكم